اهلا بكم من جديد عقدت مجموعة من البنوك والشركات مؤخرا اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية واقرت توزيع ارباح لمساهمها حيث عقدت شركة زين البحرين اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية وتم توزيع ارباح نقدية عن المساهمين قدرها مليونان ومائة وثلاثة وثمانون الف دينار بواقع ستة فلوس للسهم الواحد باستثناء اسهم الخزينة فيما عقدت الجمعية العامة العادية لمجموعة ترافكو اجتماعها السنوي وصدقت الجمعية العامة على كافة بنود جدول الاعمال بما فيها توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال المجموعة باجمالي يبلغ مليون ومائة وستة عشر الف دينار وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة اعلنت شركة كريدي ماكس تعيين احمد عبد الرحمن سيادي في منصب الرئيس التنفيذي خلفا ليوسف علي ميرزا والذي تقاعد من منصبه بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة للشركة واشاد رئيس مجلس ادارة كريدي ماكس رياض يوسف ساتر بدور يوسف ميرزا الفعال والاساسي في تعزيز مكانة كريدي ماكس حتى اصبحت من الشركات الرائدة في مجال البطاقات وخدمات الدفع الالكترونية ورحب رياض ساتر بالرئيس الجديد الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال العمل المصرفي والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تراجع تجاوز ثلثة نقطة مئوية مغلقا التداولات عند مستوى 1350 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الاسهم المتداولة مليونين ومئة واثنين وثلاثين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 457 الف دينار تم تنفيذها من خلال 39 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 6550 نقاط بارتفاع بلغ 2.7% لتكون الرابحة الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم اما بالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 3734 نقطة بالخفاض بنسبة 0.25% اما سوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى 1771 نقطة بنخفاض بنسبة 1.2% لتكون الخاسر الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم اتفق وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين التي تضم اكبر الاقتصادات في العالم على ابقاء اقتصاداتهم مفتوحة وضمان استمرار تدفق الامدادات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الحيوية في الوقت الذي يكافح فيه العالم فيروس كورونا سريع الانتشار وكان زعماء المجموعة التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام قد تعهدوا الاسبوع الماضي بضخ اكثر من 5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من فقد الوظائف والدخل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا واضافوا ان كل الاجراءات الطارئة يجب ان تكون محددة الاهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وعدم خلق حواجزة غير ضرورية امام التجارة قال متحدث باسم الرئاسة المصرية للتلفزيون الرسمي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الاجهزة المعنية بتوفير السلع الاساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وشدد السيسي على دور اجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان كما امر ببذل جهود لضبط الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية فضلا عن تعزيز دور اجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل رئيس مجلس ادارة وولد ديزني يتخلى عن راتبه لمواجهة ازمة فيروس كورونا اظهرت بيانات رسمية ان بريطانيا قلصت عدز ميزان المعاملات الجارية باكثر من المتوقع في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2019 لتخفض العدزة للعام بالكامل وبلغ عدز ميزان المدفوعات الذي يترك بريطانيا معتمدة على تدفقات السيورة الخارجية خمسة ملايين وستمائة الف جنيه استرليني في الربع الرابع من عام 2019 اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان حكومة بلاده ستقدم اربعة مليارات يورو لتمويل توفير المزيد من الاقنعة واجهزة التنفس وذلك في مواجهة جائحة كورونا المستجد وقال ماكرون في خطاب ان فرنسا ستنتج بحلول نهاية ابرل خمسة عشر مليون قناع طبي اسبوعيا تعافى النشاط الصناعي في الصين بشكل مفاجئ في شهر مارس بعد ان وصل الى ادنى مستوياته على الاطلاق في شهر فبراير اذ اظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الى اثنتين وخمسين نقطة هذا الشهر علما ان اي قراءة لهذا المؤشر فوق الخمسين نقطة تشير الى النمو ويعود تعافي النشاط الصناعي الصيني الى التحسن المستمر في جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا هذا الشهر اضافة الى تسريع عملية استئناف الانتاج بالاضافة الى تسجيل ارقام القطاع الخدمي تعافيا مفاجئا اقترح الحزب الحاكم في اليابان اكبر حزمة تحفيزية على الاطلاق في البلاد بقيمة خمسمائة واربعة وخمسين مليار دولار في مسعى الاحتواء تأثير كورونا على الاقتصاد وجاء هذا الاقتراح بعد تعهد رئيس الوزراء شنزو ابي بان تكون الحزمة التحفيزية لتفادي تداعيات فيروس كورونا اكبر من الدعم المقدم في اعقاب الازمة المالية العالمية والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية يعتزم بوب ايجر رئيس مجلس ادارة والت ديزني التخلي عن راتبه مع خفض رواتب المسؤولين التنفيذيين بسبب ازمة فيروس كورونا وقال بوبت شابك الرئيس التنفيذي للشركة الامريكية في رسالة عبر البريد الالكتروني للموظفين انه سيتم خفض راتبه ايضا بنحو خمسين في المئة اعتبارا من الخامس من شهر ابريل المقبل واضاف ان هذا الاجراء سيظل ساريا مؤقتا حتى حدوث انتعاش جوهري في اعمال الشركة اشتركوا في القناة